قد لا تكون مهمة بقدر الانتخابات التشرعية في بعض الدول لكن الأمر يختلف في تركيا الحرب السياسية هناك تبدأ بالبلديات لتصل إلى الحكومة وإلا لما قال رئيس الوزراء رجب تاي باردغان إنه سيغادر المعترك السياسي في حال لم يفز حزبه الحاكم بالانتخابات المحلية وبالرغم من أن هذه الانتخابات تفسح المجال أمام الأحزاب الصغيرة فإن الصراع لا يغادر عادة مربع الكبار حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي وحزب الشعب الجمهوري وليث الأيديولوجية الأتاتركية وحزب الحركة القومية التركية اليمينية ثم حزب السلام والديمقراطية الكردية وإن تمعنا أكثر فإننا نجد الصراع حبيث منافسين تقليديين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري سأمنح صوت لحزب العدالة والتنمية لأنه أفضل حزب يحكم البلاد منذ مئة عام سأنتخب حزب الشعب الجمهوري لأن السلطة الحاكمة تفرق وحدتنا وتميز بيننا فهي تعمل لأجلها ولأجل أنصارها سأنتخب حزب العدالة والتنمية كما تعلمون أردوغان قدم للشعب ما لم يتخيله أحد وفر لنا ما لم نحلم به هل هناك خيار آخر كحزب العدالة والتنمية؟ لأكثر من عشرين سنة هيمن العدالة والتنمية على كبرى بلدية تركيا كأنقرة وإسطنبول التي كانت أول درجة صعدها أردوغان نحو رئاسة الحكومة بالتالي يصعب على خصومه تقديم نفس الأداء على المستوى المحلي حسب البعض معارضة مشتتة في تركيا وأيضا طبعا لديهم تجارب ليس جيدة بالنسبة للشعب الجمهوري القديما هم كانوا قد حصلوا على البلاديات الكبرى في تركيا في مدينة إزمار وأنقرة ولكنوا تخلفين في خدمات كان من السهل توقع اتجاه بوصلة الناخبين في الاستحقاقات السابقة لكن بعد الأحداث والفضائح التي ارتبطت بحزب العدالة والتنمية وبأردوغان أصبحت الفروقات بين أرقام استطلاعات الرأي مصرية ومساحة المفاجأة بدأت تتسع أثرت هذه القضايا على الناخب التركي ومن المتوقع أن يكون هذا التغير في أصوات الناخبين بحدود عشرة في حين أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية يقولوا أنهم سيحصلون على قرابة 46% في حين كانوا في السابق حوالي 50% الخلاف مع جماعة جولان لا يخرج عن دائرة الرهانات فغياب مؤيدها خلال هذه الاستحقاقات سيشكل فارقا لا محالة حسب المعارضين بالنظر إلى وزنها في الشارع التركي في هذه الأثناء يراهن البعض الآخر على تجنب السيناريو قد لا يخدم أو يؤخر مصالح المواطنين سلطة مركزية في واد ومحلية في واد آخر بالتالي يفضلون التصويت لمن يقود الحكومة إذا كانت البلديات في المعارضة والحكم في هزب العدالة والتنمية سيكون هناك طبعا سلبيات أكثر من 52 مليون شخص سيضعون أصواتهم في الصناديق تبدو شفافة وسواء دعا إلى التغيير أو الاستقرار فإن الناخبة التركية عي جيدا أن الإصوتي تأثيرا يتجاوز بلدية مدينته اشتركوا في القناة